ثماني سنوات مرت على قتل أسامة بن لادن مؤسسي تنظيم القاعدة على أيدي قوات أمريكية في مدينة أبوت أباد الباكستانية وبعد أن كانت القاعدة واحدة من أشرس التنظيمات الإرهابية في العالم بدأ نجمها يخفط مع بروز تنظيم داعش أين هي القاعدة اليوم؟ هل ستنجح بإعادة لملمة شملها وبنيتها مع انضحار داعش؟ هناك عدد من المؤشرات التي توحي بأن القاعدة تحاول جاهدة استعادة بريقها لكن الحقيقة أن هناك عدد من العقبات أمام ذلك أولاً أيديولوجية القاعدة ثانياً زعيمها ثالثاً ماكينتها الإعلامية اقرأوا المزيد من التفاصيل حول مسعى القاعدة على موقع أخبار الآن